طلعنا على آخر تصليح الخراب اللي خلفتها الحروب مثلا مواكبة خاصة الأشخاص والمجتمعات اللي تأثرت بهذا الموضوع بمحافظة صلاح الدين نحن موجودين اليوم بالجنوب وبالشمال أيضا وعننا نشاطات على كافة أنحاء المحافظة هتكون مكتب في محافظة صلاح الدين ولا زيارات لمحافظة صلاح الدين لن مكتب بكل معنى الكلمة ولكن عنا مبيت ممكن الفريق يداون به على أسبوع عنا شخص موجود عنا حتى فريق يعني موجود هنا كل الوقت من المندوب الميداني يلي بيساعدنا على العمل بالميدان للأشخاص اللي بيشتغلوا معنا بالبيت أيضا طيب شنو العمل اللي قمتوا به بعد أحداث 2014 طبعا نحن بنعرف أنه خلال النزاع 2014 2017 صار عنا مشاكل إنسانية كثيرة من ضمنها النزوح من 2014 ل2017 وما بعد 2017 وهلأ من 2019 عنا قرار الحكومة العراقية لتسكير مخيمات النازحين وعنا عودة هذه العوائل إلى مكان الأصل طبعها طيب أنا بس يكون عندي نزوح وعندي نزاع صار وعندي عودة عندي أماكن اللي كان صار منها النزوح يمكن تضررت من خلال النزاعات المسلحة يعني عنا بيوت مفلشة بنى تحتية كمان مهدمة مدارس مدن عدة منكوبة بيشي قضاء منكوب نعم مضبوط من ضمنها قضاء بيشي اللي عرف مستوى دمار شوية أعلى يمكن كمان من غير الأقضية اللي موجودة بالمحافظة